عملك كناشر ما هي المعايير الخاصة للنشر الكتاب هل كل شيء ينشر أو أنه هناك معايير معينة للنشر نشك مثلا أنا أتحدث عن دارنا المتخصصة في التاريخ المحلي والتراجم والسيارة الذاتية نحن لدينا ضوابط وشروط واضحة جدا أن تكون في تخصصنا لأن التخصص اليوم هو كما تفضلت اليوم ما هي المحفزات للبقاء والديمومة والاستمرار في اعتقادي أن من أولوياتها التخصص كنا أدركنا في زمن الطلب والدراسة والأشياء هذه كانت تدخل المكتبة وتدلف إليها ودار النشر وفيها كل ما يخطر بالك من العنوين في اللغة والأدب والتاريخ والجغرافية والطب والقانون والفلسفة وكل الأشياء هذه اليوم لا تحولت الدور إلى متخصصة في غالبها وهذا يتيح لها في نظري الاستمرارية من أسباب ديمومة دور النشر التخصص التخصص في نظري اليوم اليوم التخصص فنحن حينما يعرض علينا عمل كسيرة ذاتية أو غيرها يجب أن تكون مقرونة بضوابط معينة جودة العمل إتقانه حبكه الصورة الفنية للعمل هل هي جيدة وتستحق النشر وحيث أنه يدعم الكتاب وينشر وتأخذ كلفة اليوم الكتاب ليس بالسهولة كانوا في الزمن الأول يطبعون ثلاثة آلاف خمسة آلاف نسخة اليوم توارت هذه النسخة تطبع ألف نسخة تستمر معك ثلاث سنوات أربع سنوات وقد تكون أكثر من أهتي العمل لديكم هل التكلفة تكون على المؤلف أم تتحملها دار النشر؟ متباين أحيانا هكذا وأحيانا هكذا على حسب العمل أحيانا بعض العمل مغري للنشر ويرى أنه له نعايد ويأخذه ويطلب من المؤلف أن أنه يتحمل النشر كلفة الكتاب أحيانا العمل متوسط ولا يريد أن يغامر ويخاطر بكلفة النشر ويحمل المؤلف والمؤلف بهذه الطريقة يأخذ جزء من النسخ وفيها معايير مختلفة معينة لكن كل هذا الأمر لماذا هذه الخيارات مع أنه كان في السابق خيار واحد وهو أن دار النشر يتحمل النشر لأن السوق ضعف وهذا دليل على الذين يتهمون سوق النشر يقول سوق النشر مكسب ومربح وأنهم يأخذون دور النشر لو كان مغريا ومربحا لا تكفل هو بالطباعة